النهاردة حبايبي هقدم لكم حصري والاول مرة في جميع انحاء العالم هقدم لكم جلسلين بالصبار شايفين شكله جميل جدا واللي فوائد جميلة جدا وحستخدمه في اي حاجة بس في الاول فضلا ولايس امرا اللايك والشير والشراك في القناة وما تنسوش فعال الجرس على كله عشان يوصل لكم كل فيديواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم حبايبي النهاردة عنام الجلسلين بالصبار الفيديو النهاردة عيبقى رهيب جدا اتمنى انتوا تتابعوني كده الاخر الفيديو المكونات معانا زي ما احنا شايفين عنحتاج لسكر قلبة فاضية سكينة اه ثلاث وراءات من الصبار الصبار انا بعد ما بعد ما بقى طعم على الشجرة اه بيبقى في مادة صفرة بتنزل منه فالمادة ديت انا غسلت الثلاث وراءات دوله على الحقد عشان التراب طبعا وانا كمان عايز اتخلص من المادة الصفرة دي لان هي بتبقى غلط ومادة سمة يعني على البشرة فطبعا انا اه انا قبل التصوير مسحت المادة ديت اه بعد ما غسلت الثلاث وراءات بالمية مسحتهم بكزا منديل وحطتهم على طبق كده هوت زي ما احنا شايفين وبرضو اه لازم اتخلص من المادة ديت اه خالص مادة صفرة كده بتنزل فلازم اتخلص ايه منها قبل ما قبل ما اعمل معكم الجريسلي نعم فده كده خطوة مهمة فانا دوقتي انا اه خلص الخطوة دي كده خلاص اه كل اللي احنا عن نحتاجه زي ما احنا شايفين تلات وراءات من الصبار اه كبار اه حبدا لانا اشيل الجوانب كده بالسكينة عشان اعرف اللي انا استخرج ايه اه جل الصبار ولازم يكون معايا معلقة عشان عتسايل علي اه لانا اطلع دلوقتي انا بافتح اه ورقة الصبار كده من النص مش من نص يعني بالزبط انا باشيل يا دوبك الطبقة الخضرة بس اللي فوق بس يعني مش من نص الورقة بالزبط انا باشيل الجزء بس يعني اعتبر انا بقشرها بس باشيل الجزء اللي اخدر دلوقتي بقى انا بحاول بالمعلقة كده هوت وبطلع كده بالمعلقة جل الصبار شايفين شكله جميل ازاي كله فوقت بصراحة فعشان كده بعد نجاح الفيديو الاولاني اللي انا قدمته لكم اه طريقة عمل الجريسلي انا واعجب ناس ياما والحمد لله ده فضل ونعمة من عنده ربنا فقلت اللي انا ليه ما افكرش اللي انا اعمل فكرة تانية وجريسلين تاني ويكون ايه مفيد للبشرة كماء انا ونقدر اللي احنا نستخدمه اه في اي وصفة اي وصفة يعني يدخل في اي وصفة للشعر اه للبشرة فعيكون مفيد ايه جدا اه هنا اطبع انا حنكرر اهوت انا خلصت اول واحدة معاكو ما طلعت منها الجل كده انا عملت التلاتة تانين اختصرت اه زي ما احنا شايفين الكمية طلعت اه معايا اه كمية حلوة اه ورق الصبار ده اه ما ترموش ممكن تدعكي بيه بشرتك اه يعني وتسيبيه لمدة عشر دقايق ولا ربع ساعة تبدال انت ايه تشوف بشرتك ما يعني ما ترموش خسارة اه عيبقى مفيد جدا نعم ده وقت بقى ايه اه حنبدأ باستخدام عنحتاج علبة او بورتمان اي حاجة عندك انا انا افعل بعلبة عنحط فاشوة سكر هعمل طبقات ده يعني طبقة سكر وطبقة جل صبار لان انا ايه هنعمل اه هنعمل الجلسلين دهات معاكم ومش هنحطوا على النار زي زي الفيديو اللي فات لا ده طريقة مختلفة انا بحاول كل فترة اللي انا بقدم لكم الجديد اه فكرة جديدة والفكرة دي اه لأول مرة على طريقتي انا محدش عاملها اه اتمنى اللي هتنلقى اعجابكم طبعا بعد نجاح الفيديو اللي فات اه انا اه في ناس اه كانت حابة الجلسلين تستخدمه انا عشان بعمل عمدي قناة وبعمل منظفات على طول فكنت اه انا بحاول لان اعمل الجلسلين عشان منظفات فلما لقيت ناس كتير بتستخدمه يعني للبشرة فحبت اقدم لهم الموضوع ده النهاردة اه علشان ايه يعني عايبقى مفيد كمان يعني اه طبعا الصبار كله فوائد فكمان اللي احنا لما نعمل الجلسلين بالصبار عايبقى جميل جدا تقدري اللي انت استخدميه في اي وصفة وحقول لكم وصفات كده اه والفيديو ايه وانتو يعني انتو شايفين انا انا دوقتي بعمل طبقات بين السكر وكده كده انا خلصت الكمية حط بقى ايه بقيت الجل اللي كان فاضل معي ودوقتي ايه اه هضيف بقى ايه نصف كبات سكر كمان يبقى انا كده استخدمت كباية ونصف سكر تلات ورقات اه من الصبار خدت منهم الجلسل اه طبعا انا بعد ما عملت كده هوت حغطت العلبة كويس وحطها في الضرفة عندي في قلب المطبخ اه ضرفة مظلمة يعني اه بعد كده هوت اه كل يعني كل ربع الساعة كده كنت بطلع العلبة وادلها تقليبة على فكرة ما خدتش وقت يعني مجرد ساعة زمن او ساعة ونصف اه كان خالص معايا ما بياخدش وقت يعني انا هنا تقف في العلبة كده وبحطه بقى في مكان مظلم وكل يعني كل الشيء كنت بقلبه تقلبيه بالمعلقة اه دلوقتي بعد ما انا سبته كده هو دلوقتي عد عليه حوالي ساعة ونصف او ساعتين انا شايفين القوم بتاعه يعني كده انا عملت الجسلين طبيعي يعني اه جميل جدا وكل فوائد الجسلين ده هوت بقى انا هستخدمه في وصفات للطبيعية للبشرة للشعر اه هستخدمه برضو في المنظفات اللي انا بعملها عايبقى جميل جدا هقول لكم بقى الاستخدامات لو انت مسلا كعب رجليك في تشققات وكده اه هتخضي معلقة من الجسلين ده هوت على معلقة من الزيت الزيتون اللي بيهم مع بعض ودهني بيه ايه رجليك اه ممكن برضو اه اه لو انت مسلا اه 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 عايزة مسلا تدهني اه بشرتك بتدهني برضو ايه بشرتك منه لو حستي اه بتلزيقه هو هو فيه تلزيقه بسيطه عشان ما حدش يقول لي اه يعمل الوصفة واللي ده بيلزق هو فيه تلزيق ايه بسيطه اه بعد كده او فدي مش مهم لانه هو كفاية اللي هو فيه اه فوائد جميلة جدا بتسيبه على بشرتك حوالي اه يعني اه نص ساعة تلت ساعة بعد كده بتشوفي بشرتك بس اه عايبقى مصك رهيب جدا اه بالنسبة بقى ايه اه فيه برضو للبشرة الخشنة اه ممكن يعملوا ايه اه ممكن اه عايجيبوا زبادية واتخدم انهم معلقة من الجريسلين ده هوت وتقلبيه عليه وتدهني اه وتدهني بشرتك فبيبقى ترتيب حلو ترتيب طبيعي كده للبشرة وعيبقى اه بيدي البشرة فوائد جميلة جدا اه بالنسبة برضو للشعر ممكن هي نفس نفس الخلطة اه يعني زبادية على معلقة من الجريسلين ده هوت اه على على اتنين صفار بيضة للي هو شعرهم جاف يعني يعني ومعلقتين كده من زيت الزتون على معلقة زيت جزهين ده اه بتقلب الخليط على بعضه وبتعمل المسك ده على شعري اه يعني بيدي ترتيب حلو اه هنا بقى انا معي ازازة جريسلين فاضية هي اه اه حبدا اللي انا احط فيها بقى ايه شوية بعد ما صفيت كده الجريسلين اه اه زي ما شفنا كده حطيته في البرتماء اه حبدا اللي انا املى العلبة دي عشان طبعا تبقى سهل علي لما اجي استخدم يبقى حلو تبقى حلو طبعا اه اتدخلوا بقى في ايه وصفات للبشرة للبشرة للشعر كده هو بيدخل في ايه حاجة رهيب جدا وكله فوائد بصراحة اه زي ما احنا شايفين كده انا كده بفضي بقى بقية الكمية بزود البرتمان برتمان الجريسلين ده هوت عشان طبيعي هتفز به في التلاجة وممكن كمان اللي هم بشرتهم اه في الصيف بتبقى حمرة جامل اه فتجيبوا مكعبات اللي هي الشوكولاتة اللي هي السلكون اه حطوا فيها اللي حط املو املو المكعبات ديت بالجريسلين ده هاد خلو فريزر لما يجمو ده اه بعد كده بتغضيه وبتبتدهني بيه بشرتك اه فبيبقى حلو جدا اه شايفين انا ناط ايد اه 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 حاسة بتلزيقه بسيطة بالامانة يعني بس هو مفعوله حلو جدا انا لو ات عايزة تضيع التلزيقه ديت ممكن تضيف شوية تخلى عليه فعا يخلصك من التلزيقه ديت ايه شوية بس بس هو اه يعني هو اه جميل جدا بصراحة اتمنى حبيبي اللي انتو تدعموني كده باللايك والشير كان معكم حناني البركة السلام عليكم ورحمة الله بركة